تانية لما جي في الماتش ساديو منيح يلعب البنتين في الاول صلاح قالك ايه صلاح طبعا انا مش عايز اتكلم عنه احنا معنا واحد من افضل لعب اللي في العالم طبعا يعني احنا بنكون مبسوطين وهو موجود معنا بيدينا دافع كبير جدا بيدينا شخصية بيدينا بيدينا كل حاجة في الملعب سيقة كل حاجة بناخدها منه يعني بنحاول نتعلم منه حاجات كتير من طريقة فهمه من طريقة خبرات اللي هو بيحاول ينقل هلنا عن طريق المنتخب وعن طريقة اللعبة اللي موجودة معنا فاحنا بنحاول نستفاد منه على قد ما نقدر ففي الموقف ده هو جه قال لي جه قال لي هو السيد وهيشوت ساده مانا هيشوت في اليمين قلت له انا مذكره وعارف ان هو هشوت في اليمين هو قال لك صلاح سادي وهيشوت يمين قال لي هو هيجي ورايا دلوقتي قلت له هو جاي جه هو جه هو قل لك كده هو أحط إيه دولا أنا عن فكرة جاي ورايك هو قل لي هو هيجي ورايك دولا عشان خطر أقاح هو عارف أنا هقول لك فالسيد وقال لي مفريند أول شوتونج هيل ليفت هاند قلت له كي هو بيقول لك العكس هو بيقول زاوية دي هو هيشوت هنا هو سيد وقال لي أنا هيشوت هنا فصلاح قال له أوكي ويعني ويو سي لتهم تبانيش يو يعني خليه هو هيعقبك هنشوف دلوقتي اللي هيحصل وشاطها في المكان اللي صلاح قال عليه شاطها في اليمين اللي صلاح قال عليه واللي أنا كنت مذكره من عن طريق الفيديوهات وعن طريق الورع اللي كانت موجودة طيب المفروض الراجل يعرف صلاح رايح يقول لك إنه هو هيشوت يمين كان يحطه شميل بالعكس دي طريقة زكية من صلاح يعني إحنا حاولنا نشتته صح إنه هو حتى لو دي زاويته لا إحنا لغنالك دي اللي إنت قلت هشوت فيها خلاص إحنا لغنالك إحنا عارفين إن دي زاويته فصلاح دي طريقة زكية منه إنه هو جيخ يعني نوع من أنه هو بيفقد السقة شواء هو داخل بيخليه مهزوز والحمد لله جابت نتيجة وربنا كرامنا أدرت إن أنا أصدها أربع بنالتيات تصدوا في البطولة دي إيه التكنيج بتاعك إيه السر بتاعك زي ما قلت لك والله العلم العلم إحنا كلنا كابتن حضر بجهازنا كويس جدا للمطش في التمرين بنتمرى على ضربات الجزاء تدريب ضربات جزاء مستمرة طبعا كل لعيب بيشوت ضربة واثنين وثلاثة شوف كام لعيب عندك إنت بتقابل وبشوت شوف كام فكر إنت بتحول تقرأ من غير بقى وراء ومن غير أي حاجة دول زمالك في الفراء مع أنك إنت عارف هم بيشوته فيهم بس إنت بتحول تقرأ بتحول تخليه غير فإنت برضو إنت بتشغل الزاكرة معاك وبتشغل نسبة الزكاة عندك في بانيل تنبالح تكتوريب منه جدا صح أول واحد أول واحد صح إنت أنا حسيت تعبيرك دلوقتي جات في إيدك صح كانت خلاص دي بتبقى إيه احكيلي ده بيبقى فرق سرعة هي هو البلانت الصحيح إن هو اللعيب بيحطه في زاوية أبعد نقطة بعيدة عن الجون صح إلا إيزا بقى لو يعني لو حط هو مايس وحط أنت في النصف جدا ترمي من أو شما بذبت لا ولو حطها وأنا صديتها هو كده ما حطهاش في المكان المناسب المفروض الكرة تروح فيه بس هي دي كل المشكلة بس هم مبارح يعني كانوا واضح عليهم إن هم مذكرينها كويسا أو في البلانات حتى كمان يعني لو بصيت لطريقة البلانات اللي هم لعبوها حطينها في أماكن بعيدة جدا في الجون الله أعلم إذا كان هم ده طريقة لعبوهم نعم إنت أم تفكرت كل كانت قريبة حمده